10 أكتوبر 2016 والبداية دائما مع صحيفة الشباك والتي عنونت في صفحتها الأولى محرز وسليماني يصطديماني بالعملاق اللندوني في إشارة إلى التنقل الصعب لليستر سيتي إلى لندن لمواجهة نادي تشيرسي ضمن ثامن جوالة البريمير ليغا حيث يسعى النادي اللندوني إلى الفوز ليرفع رصيدة إلى 16 نقطة ليقترب من الصدارة بينما يسعى لليستر سيتي للاستفاق حيث يملك في رصيده ثماني نقاط في المركز الثاني عشر وذكرت الصحيفة أو ذكرت بحصيلة المواجهات السابقة بين الفريقين حيث فاز البلوس في 11 مناسبة بينما لليستر فاز في ثلاث في حين تعادل في مواجهتين يومية البتور الناطق بالفرنسية قالت بأن المدرب البلجيكي بول بوت متحمس ألفا بالمئة لتولي مهمة تدريب المنتخب الوطني حيث كشف المدرب السابق لمنتخب بوركينا فاسو بأنه يمتلك الخبرة والمؤهلات اللازمة لإخراج المنتخب الجزائري من الأزمة التي يتخبط فيها حاليا مضيفا بأنه لحد الآن لم يتلقى اي اتصال من الفاف لكنه اعترف بأنه ينتظر ذلك وفي التصريح الذي أوردته صحيفة لبيتور قال بول بوت بأنه يشك في أن مشكلة اللغة هو من عجل برحيل لايفاتس وبالتالي فشله في قيادة المنتخب الجزائري يومية كومبيتيسيون ناطق بالفرنسية أيضا وبخصوصي الدرب القبائلي بين شبيبات القبائل ومولودية بجايا تطرقت لما صرح به مدرب وشبيب كما المواسى والذي اعتبر هذا الدرب بمثابة الانطلاقة الحقيقية للكنار هذا الموسم مضيفا بأن لعبيه تحضوهم عزيمة كبيرة للإطاحة بالموب وختم مواسى حديثه بتوجيه دعوة للانصاري الشبيب للحضور وبقوة إلى ملعب الفاتح نوفمبر بتزيوز لمساندة الفنق